قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إنه تم إجراء تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي بطاقة حالية 55 ألف متر مكعب يومياً وبطاقة مستقبلية توصل إلى 140 ألف متر مكعب يومياً وخط الطرد بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه بمدينة أكتوبر الجديدة وأوضح رئيس جهاز المدينة محمد عبد المقصود أن المحطة تخدم مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي 1783 عمارة سكنية بمنطقتين 800 فدان والمنطقة السادسة ابن بيتك بالإضافة لموقع الأراضي المميزة شمال الواحة بمساحة ألف فدان ومشروعي سكن مصر وديجلا بالمس